احنا في حلقاتنا دي هنبقى قصدين حلقات يوم السابق قصدين ان احنا نخلي الازواج يخرجوا افضل ما في بعض ونمروا على الزواج لغاية ما الزواج يبقى مليان جمال طب نعمل ايه لغاية ما نشوفكم اول حاجة اي وقت انتوا دلوقتي وسمعيني وانا عارف ان في بعضكم عنده 25 سنة جواز بعضكم بقالوا 30 سنة جواز وبعضكم لسه حديث الزواج لسه متجوز عم نول لسه ماكملش سنة هقولكم حاجة تعالوا حتى مهما كنتم حصل منكم تعالوا نبتدي كأننا وهدي سر من اثار الجواز سبحان الله الجواز في اي وقت ممكن تحس ان هو مولود جديد انا اقولكم في الارشاد الزواج عندنا شفت ناس بقالهم 35 سنة متجوزين بعض ولسه ما يعرفوش بعض تعالوا نتعرف على بعض تعالوا نتعرف على بعض بان احنا نقول ايه نعتقد كم ونكلم بعض ان احنا مولودين النهاردة الجواز ده مولود النهاردة اكتر حاجة تحسس الانسان ان حياته بتتجدد هو ان هو يحس ان جوازه مولود جديد تعالوا النهاردة نحس ان جوازنا مولود جديد نقعد مع بعض لو كان في اي حاجة تعالوا نقعد ساعة التصافي ساعة واحدة ما تكررش مرة تانية ونخلص فيها كل حاجة طب احنا لو زي الفل مع بعض نقعد مع بعض قعدت ماذا قعدت اسعاد نتكلم على ايه اللي يسعدك و ايه اللي يسعدني ونقدر نقدر لو كررناها ومشينا عليها الجواز يرجع مرة تانية يتجدد من جديد كمان حاجة احنا لازم نسقيها للجواز كل واحد فينا يحفظ التواريخ اللي ممكن تعمل ذكرى سعيدة لتشريك حياته وارجوكم ايتموا شويتين تلاتة بيوم جوازكم ايتموا ان انتوا تجددوا الكلام ده ممكن ان واحد يوم زواجه قريب خلاص يبتدي يقول لها انا اعادك ان احنا نبقى في جواز جديد بالمواد ده والرحمة هقولكم تلات اربع مفاهيم مهمة في الجواز لازم تكرسوها القاعدة الجواز ده تعمل زي مسلس كده بس القاعدة بتاعت المسلس دي القاعدة بتاعته هي الامان والجواز هو تلات حاجات الاهتمام الاحترام التأدير تعالوا نبتدي ونحاول بقدر امكان نقول كلام حلو لشريك حياتنا ندير وقت كافي ونقعد معاه فيه وما يسمعش منا غير كل كلام حلو وكل تأدير وامتنان ليه حبيبي وشريك حياتي عشان وشركتي وشركة حياتي عشان نقدر نتولد من جديد بالتلات حاجات دولة بالامتنان حاول تطلع تليفونك حاول تطلعي تليفونك وتبعدي رسالة امتنان وتبعت رسالة امتنان لزوجتك ان هي نعمة ربنا ويا ريت نرجع تاني ونقول لبعض انت نعمة ربنا عليها ويا ريت نخصص وقت لشريك حياتنا ونتفق عليه مهما حصل الوقت ده هنعودوا مع بعض وتخرجوا مع بعض جددوا زواجكم وخلوه يخرج للدنيا في ناس كتيرا متجوزين وبقوا يستحوا ان هم يخرجوا مع بعض ما ينفعش كده اخرجوا للدنيا بجوازكم وجددوا حيات زواجكم ويسمعوا بعض كلام حلو اظن ده هيخلينا نقع في قوله تعالى وقولوا للناس حسنة ويخلينا ماشيين مع حضرة النبي اللي علمنا ان الجواز محراب لمكارم الاخلاق اقربكم مني منزلا احاسنكم اخلاقا وخيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي يا رب نجعلنا دايما في الجواز بنسعى الى مرضاتك ونمشي معاكم خطوة خطوة لغاية ما الجواز يبقى البوابة الكبيرة لي السعادة في حياتنا يا رب وفقنا وكرمنا ان احنا نكون سبب من اسباب السعادة لنا ولكل احبابنا